لجنة الوزارية للفتوى تدعو مستعملية الطرقات للتحلي بروح اليقظة والمسؤولية ثمانمائة وخمسة وسبعون قتيلا خلال السداس الأول من السنة الجارية بالجزائر حوادث المرور تهديد لأصل الكرامة الآدمية المجامع الفقهية تؤكد قانون المرور قانون شرعي وجب احترامه اللجنة الوزارية للفتوى مرافقة دائمة للجزائريين في مختلف الأحداث بس أن أرحب بالأساد عبدالقادر قاتشا نائب مدير التوجيه الديني ونشاط المسجدي وعضو اللجنة الوزارية للفتوى حاضر معي في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع أهلا بك سيد الكريم وشكرا لقبولكم الدعوة أهلا وسهلا ومرحبا وبرك الله فيكم على توجيه الدعوة لهذا الموضوع الحساس والمهم والخطير جدا الذي تعيشه الآن طرقات الجزائري في هذه الآونة خاصة الأخيرة شميل أكيد حوادث المورور لا تزال تزاق مزيدا من الأرواح البريئة أيضا وتتلف المتلكات وتلحق الأضراء باقتصاد الوطن كما جاء في البيان ومن خلال بيانكم الأخير أيضا نفهم أن اللجنة الوزارية للفتوى لها دور مهم ويجب أن تلعب خاصة في هذه الفترة ليس كذلك نعم الذي نعيشه ونعايشه ونسمعه في الأخبار من عدة الوفيات التي من جراء حوادث المرور فإن الأمر مقلق والمسائل الشرعية وأئمتنا وخطباؤنا في المساجد يتطرقون إلى هذه المواضيع المتعلقة بأداب السير وأداب الطريق وأداب احترام إشارات المرور وقواعد السير من أجل حفاظه على الأنفس وقد جاء في البيان أن النفس البشرية إنما هي محترمة ولا قد كرمنا بني آدم وأن الحفاظ على نفس واحدة هو حياء للناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الأئمة والخطباء الخطاب الديني الخطاب المسجدي الموجه لجميع شرائح المجتمع شرائح المجتمع هو بيان النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده الله جل وعلا في القرآن الكريم في كم من آية في كم من آية ذكر وسائل الركوب وذكر بأنها من النعم قال تعالى والخيل والبغال والحميلة لتركبها وزينة ويخلق ما لا تعلمون قال العلماء هذه الآية معجزة أن الله عز وجل ذكر ما كان يعيشه أولئك في ذلك الزمن ثم يخلق ما لا تعلمون ستأتي وسائل نقل حديثة وربنا جل وعلا كذلك قال خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره هذا من النعم التي يمتن الله عز وجل بها على العباد إذن كيف سنقابل هذه النعمة؟ أن نقابلها بالشكر أن نقابل هذه النعمة بأن نستعملها في حياتنا فيما يحيينا لا فيما يقتلنا حوادث المرور إذا نظرنا إلى نقمة إذا نظرنا إلى ما تأتي به من كم من أطفال يتيموا كم من أرى من نساء رملوا كم من أمهات لها آهات وأنات كم من من مات فهذا قد أفضى إلى ربه ولكن الذي قد أصيب بإعاقة ولربما إعاقة كاملة فيصبح الآن في بيته وفي بين أهله وهو يرى في نفسه أنه لا يستطيع أن يقدم شيء هذه الخسائر التي قد أضرت بالنفس البشرية كلها كلها لا يرضاها ربنا جل وعلا ولم يأمر بها ولذلك أكدت بأن اللجنة الوزارية أكدت بأن الائتمار بقواعد السير والالتزام بها هذا واجب شرعي وهذا ما أفتت به جميع المجامع الفقهية آياتها أدلتها كثيرة أن الله عز وجل قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون العلامات هي الدلالات والإشارات ليهتد بها الناس فقواعد السير قواعد المرور الإشارات الحمراء والخضراء التي أقرها أهل الاختصاص وأمر بها الحاكم فنحن عندنا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولكي نحفظ أنفسنا وأنفس غيرنا بأن نلتزم بهذه الإشارات هو حفظ للنفس فهذا أمر الواجب إذا نظرنا إلى أن تصرف الحاكم منوط بمصلحة الرعية فإذا كان الحاكم أقر هذا النظام هذا من أجل مصلحة رعيته من أجل مصلحة شعبه من أجل حياة الناس في النظام العام أيضا في النظام العام نعم فهذا الالتزام به هو في الحقيقة طاعة لله عز وجل والله عز وجل يقول يا الذين أمنوا أطعوا الله وأطعوا الرسول وأولي الأمن منكم أولو الأمر لما وضعوا هذا هاته في باب المصالح المرسلة المحافظة على حياة الناس ببعض القواعد في مسائل الطرقات هذه الإشارات الالتزام بها واجب شرعي تعبد لله عز وجل طاعة لله تبارك وتعالى وحفاظ على الأنفس البشرية نعم نوصل للنقاش طبعا معك فضيلة الشيخ عبد القادر قادشة مشاهدين الكرام ابقوا معنا نوصل للنقاش بعد فصل نشاري قصير أرابكم الجديد مشاهدين الكرام نبس نشيل الخبر العاجل الضير أسفل الشاشة قبل أن نوصل للنقاش الذي بدأنا منذ قليل إذن كما تتابعون إذن أصبر الشاشة عبر شريط العاجل مسجدات الوضعية الوبائية جراء تفشي جائحة كوفيد تسعة عشر بالجزائر وزارة الصحة تسجل خلال الأربعين والعشرين ساعة الأخيرة ألف ومئة وسبع وتسعين إصابة جديدة بفيروس كورونا كما سجلت خلال نفس الفترة للأسف وفات خمسة عشر شخصا رحمهم الله إن لله إن إليه راجعون إذن وزارة والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تسجل خلال الأربعين وعشرين ساعة الأخيرة ألف ومئة وسبعة وتسعون إصابة جديدة بفيروس كورونا كما سجلت وزارة والصحة خلال نفس الفترة خمسة عشر وفات جديدة بفيروس كورونا رحمهم الله موصل للنقاش إذن الذي بدناه منذ قليل مع الأستاذ عبدالقادر قاتشا نائب مدير توجيه الديني ونشاط المسجدي وعضو اللجنة الوزارية للفتوى نبس نذكر بمحاول النقاش لمن انتحق بنا اللحظة اللجنة الوزارية للفتوى تدعو مستعملية طرقات للتحلي بروحي اليقظة والمسؤولية الثمانمائة وخمسة وسبعون قتيلا خلال السدس الأول من سنة الجارية بالجزائر حوادث المرور تهديد لأصل الكرامة الآدمية والمجامع الفقهية تؤكد قانون المرور قانون شرعي وجب احترامه ولجنة الوزارية للفتوى مرافقة دائمة للجزائريين في مختلف شؤونه أرحب بك مرة ثانية فضيلة الشيخ عبدالقادر قاتشا كنا نتحدث قبل قليل عن بيان لجنة الوزارية للفتوى وفحواه والذي تدعو من خلاله مستعمل الطرقات للتحلي بروحي اليقظة والمسؤولية حوادث المرور تشكل وأصبح تشكل تهديدا لأصل الكرامة الآدمية كما أشرتهم أيضا قبل قليل في مدخلتكم ولما في ذلك من إزهاق للأنفس والتي حرم إزهاقها الله سبحانه وتعالى أيضا كيف يمكن أن نزرع هذا الوعي وذلك الوعي في المجتمع الزائري اليوم شوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر على النفس قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هذا من أجل حفاظ على النفس البشرية وهي من الكليات الخمس الأول الحفاظ على الدين والثاني الحفاظ على النفس وهي جاءت في الرتبة الثانية الثانية من الكليات الخمس قال جل وعلا مهددا لمن يقتل نفسا بشرية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذاب الألمة المؤمن لما يسمع هذه الآيات ويستذكر هذه المعاني يعلم أنه يجب أن يحافظ على نفسه وأن يحافظ على حياة غيره فكل سائق وهذا نداء للسائقين كل سائقين ما وراء عجلة القيادة عليها أن يتذكر بأنه مسؤول على حياته فحياته ليست ملكا له إنما هي ملك لله عز وجل هذه النفس لله تبارك وتعالى فنهانا أن نفرط فيها نهانا أن نزهقها وثم نهانا أن نزهق أنفس غيرنا قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا نفس الواحدة إزهاقها هو إزهاق للأرواح والنفس المؤمنة النفس المسلمة عند الله عز وجل لها مكان عظيم بل إن مكانتها أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة قال عبد الله بن عمر والله لئن تنتهك هاته الكعبة حجرة حجرة أهون عند الله عز وجل من أن تقتل نفس بغير حق ندائي للسائقين إن ديننا علمنا وربنا بأننا أن نمشي في الأرض هونا قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الهون هو أن يمشي في سكينة أن يمشي في طمأنينة صاحب السيارة إذا كان مفرطا في السرعة وللعلم فإن من أكبر حوادث المرور كما يقول أهل الاختصاص هو السرعة المفرطة فالسرعة المفرطة مؤدية إلى الهاراك وربنا علمنا بأن نمشي في الأرض هونا وأن نمشي في الأرض على السكينة وهذا المشي له قيمة عند الله عز وجل ثم قال وقصد في مشيك اقصد يعني يمشي هوينا هوينا وإذا أردت أن تقضي أمورك فإنك ستقضيها بالتأني و بعدم العجلة وعدم السرعة فهذا ديننا علمنا هكذا الأمر الثاني الذي علمنا ربنا جل وعلا علمنا بأننا إذا أردنا أن نمشي أن نعطي طريقة حقه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطي طريقة حقه من حقوق الطريق الأربعة قال كف الأذى الطريق إذا وقف إنسان في موقف لا ينبغي أن يقف فيه قانونا والقانون المرور يمنع الوقوف فوقف فإن هذا وأدى بوقوفه إلى حادث سير فهذا قد أحدث أذى في الطريق ومن خالف هذا القانون فقد خالف أمر مشروعا خالف أمر مشروعا تترتب عليه أحكام شرعية وهو أنهما إذا كان أهل العلم قالوا بأن هذا القتل يعتبر قتل خطأ فإنه سيصوم شهرين متتابعين إذا كان فيها قطع لبعض الأعضاء فإن فيه هدية فإن فيه أحكام شرعية هذه الأحكام شرعية إنما سخرت لحفاظ على حياة الناس ولردع الناس من التهاون في السير من التهاون في المشي من الاعتداء حتى في الطريق وجعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل إماطة الأذى عن الطريق صدق طريق طريق الناس فوضع الأشواك فيها فوضع الحجارة التي تؤدي ربما إلى انقلاب السيارة وجودها في الطرق هذا ليس من إيماننا وليس من ديننا وليس من شرعنا فالطرق الحمد لله حافظ عليها الإسلام بأن تكون الطرق الطريق ليس فيها إذاية وكذلك أمر مستعمل الطريق السائق والماشي والراكب كل على حسب حالته بأن يعطي للطريق حقه هذا من إعطاء الطريق حقه لاعتناء بوسيلة الركوب حتى سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر يقول اتقوا الله في هذه البهائم اتقوا الله في هذه البهائم فاركبوها صالحة وكلها صالحة اتقوا الله في هذه البهائم فاركبوها صالحة لأن ذاك الزمن كانت وسيلة الركوب هي هذه البهائم وذهب ذاك الزمن وأتى زمننا الذي فيه السيارات وفي هذه الحافلات وفي هذه الشاحنات ينطبق عليها نفس الحكم لأن العبرة ليست بخصوص سبب وإن بالعموم العبرة بعموم النفظ فنركب هذه المركبات صالحة ومن ركوبها صالحة أن نعرضها على أهل الاختصاص ليراقبوا السيارة وليعرف أن الفرامل تعمل وأن الإشارات التي تدل على انحرافه إلى اليمين أو اليسار أنها تعمل وأن توقف أن الإشارة تعمل هذا كله داخل فاركبوها صالحة لأنك إذا ركبتها صالحة صالحة لك وصالحة لغيرك صالحة لك وصالحة ديننا متكامل وهذا يقود الحديث أن ديننا الحنيف هو أسلوب حياة أيضا ووجب علينا العودة إلى أصوله ومبادئه حتى نفهم علاقتنا مع الآخر أيضا وعلاقتنا مع المجتمع أيضا التحدي ليه هو كيف نجسد كل هذا على أرض الواقع في الميدان وكيف نزرع كل هذا في النفوس أيضا هذا العمل متكامل وعمل جماعي وكل على حسب القطاع الذي هو فيه الوزارة شؤون دينية عملها تحسيسي توعوي عملها إيقاظ الوازع الديني في حياتي الفردي والمجتمع أن يذكره بالآيات وبالأحاديث أن يذكره بالشرع ماذا يقول في استعمالك لهذه الآلات الحديثة هذا من الجانب الديني ثم تدعو ونعمل سويا وهذا من مخرجات الملتقى الفقهي الذي تم في سنة 2014 ملتقى المجالس العلمية وخرجت بعدة توصيات خاصة فيما يتعلق بحوادث المرور وذكروا عدة أمور منها أنه ينبغي العمل مع بعضنا البعض إلى تكوين الفرد وتكوين الناشئة حتى الأطفال الصغار الولد الصغري إذا كان معك في السيارة ورأك تفعل بعض الأمور فإنه يشب عليها ومن شبع على شيء شاب عليه فإذا كان من يعلمه ومن يرشده معه في السيارة يفعل أمور مخالفة لقواعد السير ولقواعد المرور ومخالفة ويرى أنه يفعل هذا فإنه سيتربى على هذه الأمور فنحن نعمل على أن نزرع في أبنائنا وناشئتنا هذه الأسس والقواعد التي تحفظ حياة الإنسان من حيث تعلم القواعد وقواعد المرور وقواعد السير وهنا أوجه يعني الشكر لجميع القطاعات الحماية المدنية والأمن والأسلاك الأمنية وكلها ووزارة صحة كل على حسب الميدان الذي هو عليه أن الحماية المدنية مع الشرطة دائما تقوم بعملية الأيام المفتوحة ويحضر أطفال ويأتون لهم بسيارات صغار وكيف هذا من النشر الوعي في الأولاد ثم أن يتعلم السائق بأن السياقة إنما هي فن وهي تربية أيضا إنما هي فن إنما هي أخلاق إنما هي مسئولية إنما هي رسالة هي ثقافة بالحقيقة نرجع أنها ثقافة ثم تعود إلى ضمير السائق ضميره إيمانه النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن من أمنه الناس في طرقاتهم المؤمن من أمنه الناس في طرقاتهم هذا هو المؤمن فالإنسان يمشي في الطريق وهو في الحقيقة عنده الآمان وعنده الضمان أن الذي يمشي أنه بينه وبينه آمان بينه وبينه ذاك يحفظ حياته والآخر يحفظ حياته فهذه دلالة الإيمان جميل نعمل على ترسيخها وتقويتها في مجتمعنا جميل نواصل النقاش معك فضيلتي الشيخ عبد القادر قادشا مشاهدين الكرام ابقوا معنا نعود بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام نواصل إذا وإياكم النقاش الذي بدأنا منذ قليل مع فضيلتي الشيخ عبد القادر قادشا نائب مدير توجيه الديني والنشاط المسجدي وعضو اللجنة الوزرية للفتوى سيدي الكريم كما كنا نتحدث قبل قليل بأن الواقع اليوم يحتم علينا بدل أكيد المزيد من الجود خاصة من جانب التوعوية التحسيسي وأشارتم أنه في العديد من المصالح الأمنية وأيضا المجتمع المدني الذي يعمل على لكثار من حملات التحسيس خاصة في الميدان وخاصة من أجل تربية ناشئة كما تحدثتم أيضا قبل قليل فضيلة الشيخ ماذا يمكن أن نقول في الأخير وأيضا كرسالة نوجهها للسائقين وندرك جيدا أن المجامع الفقهية اليوم تؤكد بأن قانون المرور قانون شرعي وجب احترامه الذي أوجهه في الحقيقة أردت أن أقول كلمة للسائقين وللراكبين ولعلي ربما أدخل في منحا هو من تخصص أهل أهل الاختصاص ولكن نحن كذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريقة حقه قالوا يا رسول الله ما لنا بها من بد قالوا إذن فإن أبيتم فردوا السلام وكفوا الأذى وغضوا البصر ثم قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمر بالمعروف ومن نهي عن المنكر الآن أصحاب الراكبين مع أصحاب الحافلات أصحاب السيارات على العموم إذا رأى أن السائق قد تجاوز السرعة أو قد تجاوز القواعد السير المعمول بها وإشارات المرور تجاوزها عليه أن ينصحه لأنه إن سكت فقد سكت عن باطل وقد خالف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمعروف أو نهي عن المنكر وربما أزدك بأنه إذا كان هناك نقطة تفتيش على الراكبين أن ينبهوا تلك النقطة نقطة تفتيش لمصالح الأمنية لم يحترم هذا من أجل حفاظه على حياة الجميع ليس من أجل حفاظه على حياته فقط وهذا داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم أمر آخر ديننا علمنا علمنا في كم من آيات قال إذا ركبتم على هذه التي سخرها الله عز وجل الأنعام قال سبحانه وتعالى قال لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم عليكم إذن هي نعمة إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كلما ركبنا على دابة كلما ركب صلى الله عليه وسلم على دابة كما ورد عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر وعن كثير من الصحابة قال إذا ركب قال بسم الله بسم الله بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون دعاء لماذا ذكر في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته لأنه قال شيئا مهم جدا علينا أن نعيه جيدا قال صلى الله عليه وسلم على ظهر كل بعير شيطان فاركبوها فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل هذه عقيدة لا نبغى أن نفرط فيها أننا نبينا علمنا الإنسان قد يركب سيارة فإذا ذكر الله عز وجل وذكر الأدعية لعلها ستكون حافظا له من أي ضرر سيصيبه هذا مهم جدا وهذا من عقيدتنا ومن ديننا أن نحافظ على الأذكار عند ركوب هذه السيارات وهذه الحافلات تقربا لله عز وجل وطاعة لله سبحانه وتعالى ثم أن نحافظ على أنفسنا بأن نعطي للسائق أن يعطي لنفسها راحة ربنا جل وعلا لما قال وما نامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله فالذي ينام في النهار فالذي يعمل في الليل ينبغي أن ينام في النهار والذي يعمل في النهار ينبغي أن ينام في الليل كلاهما ينبغي أن يأخذ قصة من الرحة وأهل الاختصاص قالوا بأن النوم والنعاس هذا سبب من الأسباب الكبيرة في حوادث المرور ولماذا؟ لأنه يفقدك القدرة على التحكم ويفقدك القدرة ولا تستطيع أن يكون هناك عندك ردة فعل صحيحة توجهها ما ينبغي أن تستعبلها وقد خفتني الآن لما ذكرت بأن عدد الإصابات في كورونا ألف ومئة وسبعة وثعين هذا أريد منكم فضيلة الشيخ عبدالقدر قاتشوفي عجالة لو سمحتم طبعا أن نوجه رسالة رسالة لكل من يتابعنا اللحظة لأننا ندرك بأن الأرقام المتزيدة يوم بعد يوم لإصابات بكورونا أكيد سببها شيئنا بين الاستهتار واللا مبالاة بالتدبيل الوقائية والاحترازية واليوم هناك ضرورة ملحة وأجمع الكثير من المختصين والدكاترة وحتى أهل الدين أنه وجب علينا أن نذهب إلى التلقيح كوقاية أيضا من هذا الفيروس ماذا يمكن نقول في عجالة؟ في البيان اللجنة الوزارية قبل هذا في البيان 29 ذكرت اللجنة الوزارية بأن أخذ الأسباب أخذ الأسباب التي ذكرها الأطباء هو واجب شرعي يجب عليك الآن أن تأخذ بالأسباب لتقي نفسك لأن الله عز وجل قال لا تقتلوا أنفسكم ثم قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ذرار لا تضر نفسك ولا تضر غيرك لا ضرر ولا ذرار فامتثانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداوى يا عباد الله إن الله ما أنزل داني إلا وأنزل له دواء فالأطباء كلهم وأهل الاختصاص أقول أهل الاختصاص أنهم أدركوا جميعا بأن التلقيح هذا تلقيح ضد داكرون هذا التلقيح سيقلل من نسبة الإصابة سيمنعك من ربما ستصاب ولكن لا تكون الآثار التي ستترتب عليه قوية جدا إذا أخذت هذا التلقيح فالتلقيح الآن نحن ندعو الناس إليه جميعا ومساجدنا اليوم أكثر مساجد في الولايات الوطن إلا ونسقت مع المديريات الصحة على مساول الولايات وتم تحديد عدة مساجد لا يقل عن عشر أو خمسة عشر مسجد في كل ولاية وتم إقامة التلقيح في هذه المساجد هذا لأن الأئمة دعوا الناس إلى أخذ التلقيح لأنه ينفعك ثم الالتزام بالقناع الواقي ثم عدم الاحتكاك وعدم الاجتماع ونحن الآن على أبواب عيد الأضحى المبارك هذه الأبواب نحن ندعو جميع الناس إلى الالتزام بالتدابير الوقائية الصحية لأنها تحفظ لك نفسك وتحفظ لك غيرك ولكن إن شاء الله نسعى إلى التخفيف والتقليل من هذه الإصابات ومن هذه الوفيات إن شاء الله شكرا جزيلا لك فضية الشيخ عبد القدر قاتش نائب وديل التوجيه الديني والنشاط المسجدي وعضو اللجنة الوزارية الفتوى يوجدك معنا اليوم على هذا النقاش وهذه التوصيات سعى التابير التي قدمتها لنا والتوجيهات شكرا جزيلا لك